صباح الورد يا ورد العمور يا نغمة الشراء صباحك فل وحنا فل يا طهر ونبغات صباحك هو بيا بر بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد مشاهدي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد فإننا سنبدأ اليوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى واستمداد مدده جل وعلا في سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم وما أعظمها من سيرة وسنخص في حديثنا الكلام عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم خاصة وأننا نعيش زمنا نفتقد فيه الكثير من الأخلاق لم نعد محتاجين إلى العلم فالعلم ينتشر بيننا وتوفرت وسائله وسبله ولا عذر لأحد الآن في أن لا يعلم لكن الإشكال له في أننا نفتقد الكثير من الأخلاق نفتقد القدوة برسولنا صلى الله عليه وسلم وحينما نتكلم في سيرته أي في سنته أي في طريقته أي في منهجه أي في الأثر الذي سار عليه في أقواله في أفعاله في تقريراته كل هذا يسمى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحينما نتكلم في هذا فإننا نشرف بالحديث عن هذا السيد العظيم الذي نعتذر إلى الله سبحانه وتعالى ونستغفره إن لم نوفي هذا السيد العظيم الجليل القدر حقه في الحديث عنه فأين نحن من إدراك هذا الخضم الواسع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأدبه وخلقه فهو بحر لا يدرك ساحله فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بحق كان أمة وحده عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى عن أبيه أيضا إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة فنبينا صلى الله عليه وسلم أمة وحده عليه الصلاة والسلام ونحن في حاجة فعلا إلى الحديث عن أخلاقه كأننا نراه وكأننا نجلس معه صلوات الله وسلامه عليه ولا شك كما قلنا السيرة هي الهيئة وهي الأقوال وهي الأفعال وهي التقريرات وهي المنهج وهي السلوك الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم والذي أمرنا من ربنا جل وعلا بأن نقتدي به وأن نقتفي أثره ولا شك أنه من الظلم منا إذا تخيلنا أننا لن نستطيع أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم أو إذا تخيلنا أن الله كلفنا ما لا نطيق فالله تعالى الذي قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذن بالإمكان أن نعرف هدي نبينا في الأقوال والأعمال والتقريرات والمواقف ثم نتأسى بها ونفعل كما فعل نعم لن نكون أنبياء فانتهت النبوة بنبوة محمد وختمت بنبوته عليه الصلاة والسلام لكننا نسير خلف الأنبياء وقد سار خلفه أصحابه الكرام وكانوا على طريقته تماما ومع أنهم بشر يصيبون ويخطئون لكنهم كانوا على طريقته صلى الله عليه وسلم وحينما نتحدث عن سيرته وأخلاقه لابد أن نعرف أن لسيرته خصائص لسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم خصائص من هذه الخصائص أن القرآن الكريم أشار إلى الكثير من أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم وسيرته ومثلا حينما تذكر الغزوات مثلا غزوة بدر كما جاء بسورة الأنفال وغزوة أحد كما جاء مثلا بسورة آل عمران وكما جاءت غزوة الخندق بسورة الأحزاب فالقرآن أشار إلى الكثير من سيرة هذا النبي صلى الله عليه وسلم وبن أخلاقه ويكفي أن الله عز وجل قال فيه وإنك لعلى خلق عظيم فهل لنا أن نكون على منهج رسولنا صلى الله عليه وسلم في سيرته وفي أخلاقه وما أحوجنا إلى ذلك ثانيا من خصائص سنة رسولنا اللي هي طريقته اللي هي منهجه اللي هي سيرته صلى الله عليه وسلم من خصائصها أنها شاملة فما عرفنا نبيا من الأنبياء نقل عنه كل شيء في حياته إلا رسولنا صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه وحفظ لنا عنه كلامه منطقه ضحكه تبسمه بكاؤه نومه يقضته أكله شرابه تعامله مع الناس تعامله مع النساء أخص الأمور في حياته نقلت لنا وبل موته عليه الصلاة والسلام واستمر ذلك كله تراثا ينبغي أن تدرسه أمته كما أمر الله سبحانه وتعالى فإذن هي شاملة وكاملة ومن خصائصها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للناس جميعا إذن فكل الناس مطالب أن يؤمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام كل الناس مطالب أن يقتدي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان الأنبياء قبله يرسلون إلى أقوامهم والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة فقال الله الله عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فاللهم صلى عليه وسلم تسليما كثيرا أيضا من خصائص سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنها وسطية لأن سيرته لأن سيرته هي دينه هي التي أرسله الله سبحانه وتعالى بها والله تعالى قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق هذا الدين بلغه النبي صلى الله عليه وسلم إلينا قولا وعملا وتقريرا وسيرا وسلوكا فسيرته هي الدين سيرته هي الدين بلغ لنا العقيدة بلغ لنا التوحيد بلغ لنا الأخلاق المعاملات وأتانا بما أوحاه الله إليه والقرآن الكريم والسنة المطهرة وسار على ذلك صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام فلابد لنا من التعرف على سيرته أخيرا قلنا إنها وسطية هذه الوسطية يعني العدل سيرته كلها عدل وكلها رحمة وكلها حلم ولذلك نشتاق والله إلى أن نتعرف على أخلاقه الكريمة في مواطن كثيرة لأننا فعلا إذ لم نأخذ هذه الأخلاق والله سنفشل في حياتنا وفي أخرانا وحتى الشعراء عبروا عن هذا المعنى في العموم فقالوا إنما الأمم الأخلاق ما بقيت الأمم أخلاق إذا بقيت الأخلاق بقيت الأمم إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا والمقصود بالأخلاق هنا الأخلاق الكريمة إذا بقيت الأخلاق بقيت الأمم وإذا زالت الأخلاق زالت الأمم لأن الأخلاق إذا زالت وجد الشقاق ووجد النفاق والشقاق من يعني من العوامل الهدم التي تهدم الأمم كما قال ربنا سبحانه وتعالى ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم إذن الأخلاق هي التي بها تحيى الأمم وهي التي بها نجاور رسولنا صلى الله عليه وسلم في الجنة وقد قال عليه الصلاة والسلام أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق واللهم حسن خلقنا كما حسنت خلقنا يا رب العالمين ثم أيها الإخوة يعني أحب أن أنبه إلى أهمية دراسة السيرة هل يعني دراسة السيرة مهم فعلا يعني لا شك إحنا ذكرنا أن السيرة دين السيرة دين والسيرة هيئة ولذلك قال الله سبحانه وتعالى سنعيدها سيرتها الأولى يعني سنعيدها إلى هيئتها فالهيئة التي سار عليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدين الهيئة التي دعا بها الناس الهيئة التي تعامل بها مع الناس سيرة دين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق إذن أهمية دراسة هذه السيرة أنها ديننا ومن أهمية دراسة السيرة أيضا وجوب حب النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام نفى الإيمان عن كل من لم يحبه فقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده والناس أجمعي حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعي فحتى تخيل بعض الناس أن نحب النبي أكثر من أي شيء إلا النفس وذلك قول عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفسك يا عمر يعني لا بد أن أكون أحب إليك من نفسك فقال عمر رضي الله عنه أنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله فقال الآن يا عمر الآن اتفقنا الآن هو هذا المفهوم الصحيح أن تحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك ولن تستطيع أن تحبه إذا لم تتعرف عليه ولن تستطيع أن تقتدي به إذا لم تعرف سيرته ولذلك من أهمية دراسته أيضا الاقتداء به يعني لي بنعرف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عشان نقتدي عشان ندعو الناس إلى هذه الأخلاق وإلا فإذا جهلنا سيرته فلن نستطيع أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام ثالثا من أهمية دراست سيرته عليه الصلاة والسلام وأخلاقه خاصة توضيح كثير من معاني القرآن الكريم يعني مثلا القرآن جاء فيه قول الله سبحانه وتعالى قل إن تبدو شيئا أو تخفوه يحاسبكم به الله يعني إذا فعلت منكرا ظاهرا ستآخذ به وإذا أضمرت هذا المنكر في نفسك ستآخذ به الآية دي لما نزلت والحديث في صحيح مسلم حديث أبي هريرة لما نزلت هذه الآية خاف منها الصحابة يعني حتى لو في شيء في قلبي أضمرته شر لكن لم أفعله وآخذ به فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعني وهم خائفون جدا وجثوا على ركبهم وقالوا يا رسول الله يعني نزل علينا الصلاة والصدقة والزكاة وكل هذا نعرفه ونتحمله ونفعله لكن هذه الآية لا نطيقها كيف نحاسب على شيء خاطر يمر في القلب وأنا لم أفعله فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أتريدون أن تقولوا لله سبحانه كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا أنت نزلت الآية قل سمعنا وأطعنا ففيش أمامك غير كده فالنبي وضح بالسيرة أشياء فالناس قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلما قرأوها وذلت بها لسنتهم أنزل الله سبحانه وتعالى التخفيق وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ونحن لا يسعنا أن نسيطر على القلب في الخواطر فعافى الله ذلك وقال وأجاب دعوة المسلمين ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى آخر الأهية إذن السيرة توضح كثيرا كثيرا من معاني القرآن الكريم وفي القرآن الكريم أيضا ليس لك من الأمر شيء قال الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء وطبعا هذا الكلام لنا جميعا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من أمر الله شيء فنحن أولى ألا يكون لنا من الأمر شيء الآية ذكرت في سورة آل عمران لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه نزلت عليه بسبب إيه إنه كان في غزوة أحد وقاتله الناس وأدموه وشجوا رأسه وكسروا سنته أربعية ويعني أصيب كثيرا فيه وهو يحارب في غزوة أحد وهو يمسح الدم عن وجهه عليه الصلاة والسلام ويعني يتعجب من جرأة هؤلاء الناس وهو يدعوهم إلى الله عز وجل وهل هؤلاء الناس يستطيعون أن يصلوا إلى الفلاح عند الله فبيتعجب من هذا الأمر فقال كيف يفلح قوم شج نبيهم وهو يدعوهم إلى الله عز وجل فأنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء فلحهم هذا مش بيدك قد يقاتلونك اليوم ويسعون إلى قتلك وينالون منك ويصيبون منك لكن يهديهم الله عز وجل فالقلوب بيد الله فلا تتدخل في هذا الأمر ليس لك من الأمر شيء فبسيرته عرفنا الموقعة موقعة أحد وما الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم فيها وماذا قال وماذا أنزل الله عليه في قوله فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم وصار يدعوهم بعد ذلك ويتمنى أن يخرج الله من أصلابه من يعبد الله ولا يشرك به شيئا وفعلا آمن كثير ممن كان يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الأشياء التي هي أهمية في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه دراستها عبادة لأننا خلقنا لنعبد الله عز وجل فالعبادة واجبة والله أمرنا لعبادته واعبدوني هذا صراط المستقيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالعبادة واجبة فيصير السبيل إليها واجبا السبيل هو دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال ماذا فعل بما أمر بما نهى كل هذا مطلوب دراسته لتتحقق هذه العبادة ويتحقق الاقتداء برسولنا صلى الله عليه وسلم أعزائي المشاهدين لعلكم اشتقتم لسماع شيء من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه المقدمة يعني أنا قلت أن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ليس مجرد مدح أو هو فعلا بحر لا يدرك ساحل ولو جلس الناس مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش من بعثته إلى موته يعني 23 سنة بعد الاربعين اللي بعث عليه ومع هذا لا نستطيع إدراك فعلا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم في كل أموره وخاصة في خلقه الكريم عليه الصلاة والسلام أنا سأبدأ في الحديث عن خلقه صلى الله عليه وسلم يعني بالأمر الكبير أمر الأمة ككل خلقه مع أمته ككل النبي صلى الله عليه وسلم كان بينظر إلى أمته كيف كان عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه والحديث عند الإمام البخاري يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي يعني اقرأ القرآن فقال ابن مسعود رضي الله عنه يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل يعني أنا أقرأ القرآن عليك وهو نزل عليك نحن مفروض نسمع منك فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ هو يحب أن يسمعه من غيره عليه الصلاة والسلام قال له اقرأ فطبعا اقرأ يعني ما تيسر لك فقرأ ابن مسعود رضي الله عنه قرأ من سورة النساء وبلغ إلى قول الله سبحانه وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فوجئ طبعا هو بيقرأ منهمك في القراءة فوجئ بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حسبك يعني كفا قف فنظر ابن مسعود يقول فنظرته فإذا عيناء رسول الله صلى الله عليه وسلم تزري ثاني اللي بيبكي بيبكي له قال النبي صلى الله عليه وسلم وفيه رواية في غير البخاري أن ابن مسعود رأى لحييه يرتعشان اللحيين اللي هم الفكين يعني يرتعشوا كده من ايه؟ من البكاء وقال يا رب يا رب أنا شهيد على من أنا بين ظهرانيهم فكيف أشهد على من لم أره؟ يعني الشهادة على الناس دي تعرفين دلوقتي لما بنجحنا نطلب ساعات للشهادة يقول لك ده أريبي ده صحبي أشهد عليه محرية فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتمنى الرحمة لأمته يتمنى ألا يعذب واحد ألا يعذب واحد من أمته فازاي يجيه يشهد عليه أنه كان يفعل وكان يفعل وكان يفعل وما يستطعش أن يشفع له في بعض المواقف فالحمل ثقيل فقال يا رب يعني أنا شهيد شفت اللي أنا حضرتهم طيب اللي جاي من بعد ده أشهد عليه إزاي الحمل ثقيل وقال أيضا في رواية البخاري اللهم أمتي يعني فكيف إذا جئنا على من كل أمة بشهيد يعني كل أمة يشهد عليها نبيها يشهد عليها نبيها وأنت شهيد على هذه الأمة فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال اللهم أمتي اللهم أمتي يعني يا رب ارحم أمتي اللي أنا هكون شهيد عليها يعني لا يحب أن يعني يكسر بخاطر مسلم وهو واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويشهد ويقول هؤلاء ارتدوا هؤلاء عصوا هؤلاء فعلوا هؤلاء سرقوا هؤلاء غيروا هؤلاء بدلوا لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وعشان كده كان يوجه للأمة خطاب اسمعوا خطاب النبي للأمة بيقول لهم ايه والحديث ايضا فيه صحيح مسلم يقول لا أول في أن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل على رقبته بعير اللي هو الجماعة الحرمية والحرمية ما أكثرهم لا أول في أن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل على رقبته بعير وبعدها قال فرس وبعدها قال شاه وبعدها قال صامت الصامت بقى اللي هم بيسرقوا الحاجات فلوس الفلوس دي صامتة ليه لأن البعير هيحمله يوم القيامة له رغاء صوت البعير اللي هو بيضرب الأول لكده الفرس له حمحمة الشاه بتيعر يعني بتنادي كل دول بيفضاحوا السارق ساعتها فبيقول أنا مش عايز أشوف الواحد فيكم يقابلني يوم القيامة وهو في هذا المشهد الصعب وبعدين يقول يا رسول الله أغذني ده كلام ده يوم القيامة وفأقول لا أملك لك شيئا قد أنذرتك أنا بلغتك قلت لك ما تسرقش قلت لك ابعد عن مال الناس وابعد عن المال العام وانت سرقت أنا أنذرتك لا أملك لك شيئا مدام جيت بجررتك وشيئلة على كدفك خلاص اتحمل مسؤوليتك طبعا المسألة دي مش سهلة على نفس النبي صلى الله عليه وسلم النبي مش جافي زينا ساعة ما نلاقي واحد كنا بنحبه وبعدين حصل له نوع من يعني الانحراف أو شاي نقول ستين داهيا نقول مش عارف يستاهل النبي شفيق على الأمة عليه الصلاة والسلام فبقول يا جماعة ما ينفعشي مش عايزة قابلك يوم القيامة في هذا المشهد الصعب ده لأن ساعتها هتقول يا رسول الله أغثني سأقول لك لا أملك لك شيئا قد أنذرتك إذن شفقت النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة بيحذر وبينبه عليه الصلاة والسلام أيضا من شفقته على الأمة عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل شف النبي عليه الصلاة والسلام بيتدبر القرآن وعينه من الأمة بيقرأ القرآن يقول عبد الله بن عمر بن العاص والحديث أيضا في صحيح بن حبان يقول عمر بن العاص قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى عن إبراهيم الذي قاله وذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني يعني الأصمام أضلت الناس عبدوه فمن تبعني اتبع إبراهيم على التوحيد فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور الرحيم يعني يا رب اهديه واغفر له ومن عصاني فإنك غفور الرحيم يعني بطلب له الرحمة ثم قرأ قول عيسى عليه الصلاة والسلام كما جاء بالقرآن الكريم إن تعذبهم فإنهم عبادك يعني إن عذبتهم ده عبادك وفي حد بيعذب حكته دول عبادك يعني معناها إن عذبتهم يستحقهم لأنه دول عبادك المفروض إنهم وعباده ما يعذبهمش بس معنا إن يعذبهم يبقى هم يستهلوا لأنهم عباده فإن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم يعني أنت عفوت عنهم وغفرت بعزة قال له لا الآية الآية مش كده يعني أن العربي ما كانش حافظ الآية بس يقال له لا هو إن تعذبهم فإنهم عبادك يبقى هنا إن عفى عفى بعزة فراجع الرجل الآية مرة أخرى فوجدها إنك أنت العزيز الحكيم كما قال العربي يعني إذا عفى الله عفى بقدرة عفى بعزة عفى بفضل من عنده سبحانه وتعاله فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تلى هاتين الآيتين بكى بكى لما بكى لأنه يخشى على الأم لا يريد أن يقع أحد في عذاب الله سبحانه وتعالى لكن إحنا اللي بنيه إحنا اللي بنلقي بأنفسنا في التهلكة في التهلكة بنلقي بأنفسنا في النار ولذلك كان يقول لنا عليه الصلاة والسلام مثلي ومثلكم كمثل رجل النبي صلى الله عليه وسلم بيمثل لنا مثال علقت بينا إيه مثلي ومثلكم كمثل رجل في فلاه أو قد نارا فجعل الهوام والفراش معروف أنه لما بنولع نار في الليل كل الحشرات بتأتي مش معناها أنه إحنا حشرات لأنه في ناس لها داي يقول لك يعني شابينا بالحشرات هو إحنا حشرات ده هو بيضرب مثل بيقرب لنا الصورة وعارف أنه إحنا بشر وعارف أنه إحنا أحبابه فبيقرب لنا الصورة بيقول يعني تخيله لو في واحد مش تخيله يا دي حقائق متحصل لو في واحد في الجبل مولع نار النار بتيجي تعمل بيطضيق المكان فالفراش بيأتي فبيقول الفراش بيجي يدخل جاي على النور فيدخل النار بيقول أنتم نفس الحكاية أنتم بشره وأنا سيدكم وأنا آخذهم بحجزكم الحجزة دي اللي هي مجمع الرباط اللي على الوسط يعني كأنك يعني أكرة الحزام أو اسويرته أو عروته المهم أنه هو بيقول أنا بمسككم يعني عشان ما تدخلوش النار وأنتم تغلبونني إذن الرسول خايف علينا بيقول لنا يا جماعة مش كده بالراحة شوية اصبروا تعلموا الإيمان تعلموا الصبر تعلموا الأخلاق عشان دي سبيلكم إلى الجنة فضرب مثلا ولذلك تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث أو في رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته طبعا حديث عبد الله بن عمر بن العاص لما النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الأيتين وبكى وقال اللهم أمتي اللهم أمتي على طول ربنا استجاب له وأهل يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم واسأله والله أعلم به ربنا عالم مش يسأل يا جبريل يعني ربنا مش عارف بس هي أسباب ربنا بيورينا الأسباب وإلا كان ممكن ربنا يخلق أهل الجنة يودهم الجنة وخلاص بلا عمل وأهل النار إلى النار بلا عمل لكن أسباب اللي دخلك الجنة عملك اللي دخلك النار ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا 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 اللذين اللي هي أمة الإيه الإجابة الأولى بيطلق عليه أمة الدعوة الدعوة للجميع إنما أمة الإجابة يعني كل من أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم لله رب العالم هذه الأمة الرسول صلى الله عليه وسلم بيحذرها من المعاصي ويقول لهم ما تعملوش المعاصي لتحرقكم وما أدرش أعملكم حاجة يوم القيامة إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي واحد سير ويقول له يا رسول الله لحقني يوم القيامة ويقول له ما اقدرش املك لك حاجة يبقى انت دلوقتي هتعمل ايه هو نفسه بيقول لك ما اقدرش اعملك حاجة ساعتها لا املك لك شيئا قد انذرتك في الدنيا اخبرتك فيا كل من يسرق قوت الناس يا كل من يسرق مالا عاما او مالا خاصا يا كل من يسرق ناطق او صامت يا كل من يسرق هذا اعلم انك ان لم يعفو الله عنك ستأتي حاملا ذلك على رقبتك يوم القيامة فماذا انت صانع ولذلك ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاه ام المؤمنين عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام تروي لنا حديثا ايضا هذا الحديث يعني عند الامام البخاري وعند الامام مسلم وغيرهما تقول في النهاية بقى وصية الرسول صلى الله عليه وسلم على الامة عشان محدش يبقى العزر تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر الى الشفقة والرحمة اخلاق النبي عليه الصلاة والسلام الشفقة الرحمة بالامة بالامة يقول اللهم من ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق به حديث قاطع اللهم من ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه اللي بيتولى من امر الامة شيئا سواء كان زعيما على الامة ككل او كان وزيرا على وزارة او كان رئيسا او ناظرا او مديرا في مؤسسة او مدرسة هذا يلي من امر الامة او بعض الامة اشياء شيء ولو شيء واحد فشق عليهم تعنت معهم واستخدم يعني العنف واستخدم الجبروت واستخدم الصلف واستخدم المنصب بالضغط على الناس بحيث ان الناس تتعنت وتتعب الرسول دعا عليه ودعوة الرسول مستجابة قولا واحدا دعا عليه ان ربنا ينتقم منه ويشق عليه كما شق على الناس انت كريل في بيتك وليت من امر مجموعة من امة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا شققت على زوجتك وعلى اولادك سيشق الله عليك بدعوة رسولنا صلى الله عليه وسلم واعرف ان لابد هتجد مغبتها لان الرسول دعا عليك وفي المقابل ومن ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق به اللهم ارفق بنا يا رب وعلمنا الرفق هي دي اخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم اللي يرفق بالامة ما ادعو له من النبي عليه الصلاة والسلام ان ربنا يرفق به اه اظن الحديث ده يعني حديث عجيب جدا وما ذكرنا من احاديث اه سنرى ان شاء الله فيما بعد العجب في اخلاق هذا النبي العظيم بس لابد ان احنا فعلا نجلس ونستفيد اذا جلسنا هذه المرة وسمعنا شيئا من اخلاقه استفدنا سنستفيد بعد ذلك ونستزيد اما اذا كنا محلك سر فلنبكي على انفسنا ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يلهمنا ورجدنا وان يقينا شر انفسنا وان يحسن اخلاقنا كما حسن خلقنا سبحانه وتعالى وخلقنا في احسن تقويم نسأل ان يحسن اخلاقنا ويرزقنا بهذه الاخلاق مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم في جنة الفردوس في جنة الخلد اه الى ان نلتقي ونكمل الحديث عن سيرة وخلق هذا النبي العظيم الذي نتشرف بالانتساب اليه والى دينه وما عرفنا عز الدنيا والاخرة الا به الى ان نلتقي في حلقة قادمة اسأل الله سبحانه وتعالى العظيم رب العرش العظيم ان يحفظنا جميعا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمته ان نغتال من تحتنا ونصلي ونسلم على خاتم انبياء الله ورسله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة